مساء الخير كيف كنشو الأخبار خلوني ألبس أول شيحان هذا ما يقول هذا مريول الطبخ شكرا لصديقي اللي استفعدني فيه أحبت أمل هذا الفيديو شكر له هناك ناس في الحياة يكونوا مميزين ممكن يكونوا مميزين بشكلهم وفي ناس يكونوا مميزين بأخلاقهم وبتصرفاتهم وهو المهم والأهم المهم والأهم أنك تكون مميز بتصرفاتك وأخلاقك وتعبر للشخص أنه أنا ذاكرك أو قبل ما تقوله أنا ممتن إليك تقوله أنا متذكرك ذاكرك فأنا بشكرك شكرا إليك طبعا أنت تعرفني بحب البومات فشكرا كثير على الدفتر الأكثر من رائع أنا بشكرك جدا طبعا لا أستطيع أسكر اسمك بشأن خصوصيتك شكرا على شكرا على المريول طبعا حتى الطبخ هو فن ومو بس الواحد يعكل وشكرا كثير على الدفتر شكرا على الفيتامينز شكرا على الفيتامينز اللي جبت لي ياها طبعا في بعض الفيتامينز مش موجودة هون راح أحكي أنا عن بيجين إيس لاحقا شكرا على اللي قدمت لي ياهون هون موجودين على الشكل الشكر سبعة لب وأنا بحب رقم سبعة مشكور جدا إلك مشكور على كتير كتير أكتر من رائع أكتر من رائع يعني هذا مو بس دفتر هذا فن بحد ذاته شكرا شكرا كمان في عندي صديقة عزيزة جدا حبيت بهالفيديو أشكر الناس اللي هني بقلولك نحن ذا كريمك فكمان نفس الشي يمكن قبل فترة مليحة يعني وقت طويل عملت شي أنا من فترة التانية قالوا دكتور بدك شي محتاج شي أنا مسافرة بدك شي فشكرا كتير كمان شكرا إلك يعطيك العافية شكرا على البيتامينز شكرا على البيتامينز في فيجين إيس بلاس واحدة وفيه بلاني أبتوقات حكيتا قبل عن أبتوقات بنت أعود أحكي عنهم فيه كمان فيجين إيس بلاس شكرا إلك شكرا شكرا يعني أحيانا بتحس إنك بدك توموا شي واجبك هاد واجبك إنك تعملوا فيه ناس بتحسوا يعني ممكن اختلاف طباع أكيد أنا لهك قالت عنهم مميزين فبيقلولك نحن ممتنين إلك ولكن بطريقة ثانية بأسلوب الراقل بيقلولك أنا ذاكرك أنا ذاكرك بغض النظر على الإيميل الإيميل المعنوي لا تقاس أبدا بشي لكن ما قدرت بلا ما أعمل فيديو خصوصا يعني خصوصا بها هاللفتات الحلوة الناس بتقللك أنا متذكرك الناس بتقللك شكرا ولكن بطريقة ثانية كمان حدا هنا يعني سألكني سؤال بس يعني ممكن الناس تعتبر السؤال أنا بالنسبة إلي عادي أنا بقدم استشارات يعني ببلادي ما أخذت أتوقع إن كان خمسة وقع خمسة لسبعة ما في أخذت يعني استشارة مدفوعة والباقي كله فري ففورا إنه متذكرتك سألتني سؤال متذكرتك فشكرا إليك كتير شكرا إليك ما أكلت منه الناطر يعني ما أكلت منه الناطر أشكرك من قبل عليهم ألف شكر هي مو قيمتها بهالحلاوي اللي والذوق الرقي الموجود عندهم طبعا تفرح لما بتشوف شخص متذكرك لما بتشوف شخص ذاكرك أنا متذكرك طبعا هذه من قبل فبشكرك عليها جدا وهون فورا بتذكر فبشكرك عليها أنا بشكرك عاملتي العزيزة بشكرك هون فورا بتذكر أنه كمان بشكرك على الوردة البيضة تمام بشكرك عليها بشكرك عليها شكرا إليك عادة لازم هيك لما تجيك هذه لازم تفتحها هذه ما عم نحكي عن إتيكات يعني لازم تفتحها قدام الشخص وتشكره تمام أنا بشكرك جدا عليها ورح حاول تلبسها طول الوقت رح ادمجهم سوا مع النوم يعني رح حاول ادمجهم سوا وبشكرك عليها جدا عالف شكر بشكركم بشكر الناس اللي هي بتقولك أنا متذكرك أنا ذاكرك هي هيك الحياة ما رح نقول تبادل منافع ولا مصالح ولا تبادل مصالح يعني أنا من قبل كان جيراني بيستفقدوك نحن بتسمى سكبة مثل السكبة يعني صحن أكل بعدين انه لا مو بس صحن الأكل الوجبة كاملة مع الحلويات اللي بعدها ممكن تكون فواكه بعدها ممكن يكون أي شيء بالبيت ومع كاست العصير حتى يعني مناق صغير كانوا يجبوا لي كاست الماء هؤلاء الناس في مثال فرنسي يقول الأشياء الصغيرة تصنع الفرق تصنع الفرق تصنع الفرق الأشياء الصغيرة تصنع الفرق بالتعامل بكل شيء فصرت بعدين كل يوم كل يوم صرت بعدين لما بدي ايجي يعني بسألهم انتوا رح تبعثوا الأكل ولا بحضر أكل شوفوا الناس كيف تستفقد بعضها لسا الدنيا فيها ناس خيرة الخير أحيانا يكون كلمة هي خير المحبة هي خير الابتسامة هي خير الأفعال المكتئذيك ما شرط تكون لمصلحتك بس مكتئذيك هي خير نفس الشي أنا بشكركم جدا بشكركم جدا كتير مبسوط انه في ناس تتذكرك مستفقتك بسكركم وما حب يعني ما غديد انه إلا اعمل هذا الفيديو لا شكركم فيه شكرا لكم ألف شكر